ترجمة نانسي قنقر الذي يلقاه هذا المركز بفضل الدعم والمساندة من لدن خادم الحرمين الشريفين وولي عهده وما مكنه من تحقيق العديد من الإنجازات الكبيرة والعديدة والمتنوعة خاصة ما قام به رئيس أعضاء مجلس الإدارة والمسؤولون بالمركز من جهود خلال الفترة الماضية مما كان له أبلغ الأثر في مستوى العمل وجودته خلال فترة قصيرة وخلال الاجتماع أكد معالي الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ وزير التعليم بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة المركز أكد أهمية المركز الإقليمي للجودة والتميز في التعليم والأدوار التي يطلع بها في مجال تعزيز جودة التعليم في الدول العربية واستمراره في تنفيذ برامجه خلال العام 2020 بالرغم من التحديات المرتبطة بتفشي فيروس كورونا كما تم خلال الاجتماع أرض ومناقشة تقرير إنجازات العام 2020 خاصة المشاريع البحثية إضافة إلى ما يجري القيام به حاليا من دراسات حول سياسات تطوير المناهج ونظمها هذا وقد تمت الموافقة على تعزيز التعاون بين مركزي الجودة والتميز في السعودية وتكنولوجيا المعلومات والاتصال بمملكة البحرين قد شارك في الاجتماع عدد من الوزراء من الدول العربية وعدد من الخبراء والمسؤولين بالمملكة العربية السعودية